لما رح تتابع هذا الفيديو رح تعلمي اقوى ثلاث ماسكات منزلية حتغنيكي عن كل الماسكات الجاهزة تابع معي هاد الفيديو مرحبا نورتوني بفيديو عجية على قناتي لايف وزمي تابع الفيديو الاخير حتوليك وسبسكرايب وهذا رح خبرك وانا اقوى ثلاث ماسكات منزلية ممكن تستخدموها بالبيد وما عد تستغنوا عنا ابدا الماسكات رائعة على الشيخوخة والتجاعي التأشير البشرة والمسام الواسعة وحب الشباب تابعوا الفيديو معي منشان تعرفوا كيف تعملوا هاي الماسكات بالبيد وتستغنوا عن الماسكات الجاهزة لأول ماسك رح احتاج ملقة ناشا صغار وكمان بحتاج بياض بيضة ورح حريكم لحتى يصير القوام كريم كتير بعد ما صار الماسك بهذا القوام رح اخذ محارة من مطبخ اي محارة موجودة عندكم بالبيد رح حط طبقه من الماسك وطبقه من المحارم وارجع وحط فوقه طبقه من الماسك هذا الماسك رح يخفف من المسام كتير ويصغر حجمه كتير كتير ويخفف من البشرة الدهنية كمان رهيب هاد الماسك بعد كم دقيقة رح تلاحظ انه صارت المحرمة كتير قاسية والماسك كتير ناشف بعد ما نشفت المحرمة بشكل نهائي بشيله وبغسل بس بالماء والصابون وبعد ما نضفت البشرة بالماء والصابون شيكم بس اتبخوا عليها مع ورد ونمخصص للبشرة يمكنكم تكرروا هاد الماسك مرتين لثلاث مرات بالشهر ورح تلاقوا على الاستمرار نتيجة كتير حلوة الثاني ماسك هو اكثر ماسك مفضل عندي لتأشير البشرة ناخد معلقتين قهوة كمان معلقتين كتير صغار وبدي كمان معلقتين من جيل الوفير الطبيعي كمان معلقتين من جيل الوفير الطبيعي ونخلطه لحتى اخد نتيجة لانا بدي اياه ولما ينخلطه بمدن على البشرة وبعمل بحركات دائرية كتير بسيطة للبشرة بأشهر الجلد والخلايا الميت كلات شعر جليد او فيتامين ا تستبدلوا يا جيل الوفير الطبيعي لا تستبدل على البشرة يعني موزة زيتون او مثلا انواع زيتان هي يكون زيت صالح للبشرة ما بيعملكن حساسية ابدا بعد اضمد على البشرة على الوجه وبهذا الشكل وانا عم اشير البشرة لحتى يعطيني جلد جديد وجلد في ونظارة ما في داعي ابدا تشدوا على البشرة كتير مش هما تعملوا جروح بالبشرة ويطلعكم حبوب لا بيكفي على الخفيف بهذا الشكل وهذا رح نغسله وهات تعني ماسك عملنا كان ماسك جل والألوفيرا والقهوة كانوا قشر اسبوعي كل اسبوع فيكم تعملون البشرة وتقشروا الجلد الميت كله ياتو وهي رح نعمل ثالث واحلى ماسك انا كتير بحبوه وتاني ماسك رح خبركم عنه هو احلى ماسك ممكن تستخدموه بالبيت وبعدها بدي اي نوع شوفان يكون مطحون ناعم واذا خشن فيكم انتو تطحنوه عادي ماخص الجودة او اي ماركة معينة للماركة فيكم انتو تختاروه بس اهم الشي كون سادة بدي حطهم شوية شوفان وبعدها بدي اغمرهم بالمي شي بسيط لحتى تفتح حبوب الشوفان كله ياتو ونرجع لهم بعد شوي متل ما شايفين حبوب الشوفان كلها تفتحت وتشتشت كمان يعني صارت كتير طرية وبدأت تطلع منها هاي المادة البيضة اللي انا بحتاجها وهلأ رحلم هاي اللقماشة اللي فيها الشوفان هاي الموية يلي نزلت موية الشوفان هاي اللي انا بحتاجها بس لان الصحن صغير رح اخذ الصحن يلي اكبر وبلش بدي شد اللقماشة هيك لتنزل منها هاي المادة البيضة كلها ياتا طبعا فيكن تكبروا الكمية انتو متل ما بتحتاجوا هاي المادة البيضة السميكة اللي انا اكتر الشي بحتاجة او هي المادة المركزة بهذا الماسك وهي نتيجة الماسك اللي اتلعت معنا مي اللي اتلعت من العصارة الشوفان هلأ بدي اخذ هاي القطن او اي قطن او محارة موجودة بالبيض بدي افصلها هيك بالنص بدي امسكها وقطها بهاي الماي وحطها على الوجه وبتركها هيك لحتى تنشاف وبحط عليها طبقة ثانية وهيك لحتى مد هاي القطن على كل الوجه تركوه بعدها من خمسة لعشر داعي وبتقيموه اه ما في داعي تغسله بعض منه ابدا واذا بقت اصار ماسك فيكن تغسله عادي هذا هو الماسك الثالث هاد الماسك بعد بناء الكولاجين بالبشرة كمان فيه مضادات اكسدة بتبيد البشرة وكمان بتحمي البشرة من الشيخ وخوة والتجاعد هاد الماسك لو بالدام عليه رح تلاقوا نتائج كتير كتير حلوة والشوفان اساسا معروف بفوايد والحلوة للبشرة بواحد لون البشرة بواحد لون التصبغات وبيخففها كتير بخفف من البقعة الشمس والكلف وكمان باخر التجاعد وبيرفع الكولاجين بالبشرة يعني بيساعد البشرة ان تتنتج كولاجين لحتى تحافز على نظارة تبعه وتخفف نحبوب الشباب ففوايده كتير كتيره بتقدروا تقروا عن فوايد الشوفان واتبلشوا تستخدموا هاد الماسك اذا ما كنتوا عم تستخدموا او ما كنتوا بتعرفو ابدا وهيك كانت ثلاث ماسكات اللي عملناهم بهاد الفيديو ماسك البيض لتصغير المسام وكمان علاج حب الشباب وكمان ماسك الاهواء والالوفيرا مشان يأشر البشرة ويبني خلايا جديدة وماسك الشوفان مشان يرفع حماية البشرة ياخر الشيخ وخيبيض البشرة وكمان يساعد بشرة انتاج الكولاجين ليخفف من البقعة الشمسية والكلف بالبشرة يا ربي يكون عجبكم الفيديو اذا حبيت الفيديو حطوا لايك وستسكرايب القناة وشوفوا كل الفيديوهات القديمة وكمان شوفوا الفيديو للاخير خلونا نوصل هاد الفيديو لأكبر عدد ممكن لللايكات بعتوا الفيديو اشتركوا في القناة وضلوا بخير تابعوني على تيكتاكو الانستجرام وسلام موسيقى